عشرون عاما مضت على اطلاق اول رصاصة بين الجيش الاسيوبي والاريتري اسر خلاف على منطقة حدودية بينهما الحرب بين البلدين استمرت سنتين اصفرت عن سقوط نحو ثمانين الف قتيل وانتهت عام الفين لكن اعقبتها حرب باردة دامت قرابة ثمانية عشر عاما اتسمت بالفتور في العلاقات وانعدام قنوات التواصل الدبلوماسي يوليو الفين وثمانية عشر كان محطة بارزة في كسر جمود العلاقات بين اريتريا واسيوبيا وتحريك مياه العلاقات الدبلوماسية الراكدة بين بلدين شقيقين متجاورين امتدت ظلال الازمة بينهما الى المنطقة باسرها ما شهدته العاصمة الاريترية اسمر في يوليو من العام الجاري خلال زيارة رئيس الوزراء الاسيوبي ابي احمد ولقائه بالرئيس الاريتري اسياس افرقي من اعلان البلدين انتهاء حالة الحرب وفتح المصارات الدبلوماسية مجددا بعد انقطاع دام لسنوات في الرياض وبرعاية الملك سلمان بن عبد العزيز يشهد الجانبان الاريتري والاسيوبي توقيع اتفاق اضافي يسهم في دعم مصاري عودة العلاقات كما يرسم خريطة طريق جديدة تحد من الصراعات الدائرة داخل منطقة القرن الافريقي بما يفتح افاق جديدة للاستثمار والتعاون داخل المنطقة ويعزز مصلحة شعوبها خطوة تاريخية ثانية ولن تكون الاخيرة في رحلة دبلوماسية طويلة لاعادة بناء مستقبل اكثر رخاء وتماسك لمنطقة كانت بالامس القريب مصرحا لتجازب العديد من القوى الاقليمية والدولية ولو على حساب الشعوب المنطقة